الحكومة البريطانية تضيق الخناق على المهاجرين من كافة الزوايا فبعد الجدل الذي أثارته خطة ترحيلها للمهاجرين إلى رواندا وتعطلها قانونياً أكثر من مرة ها هي الداخلية البريطانية تلجأ إلى وسائل أخرى إذ نقلت وزارة الداخلية نحو 15 مهاجراً غير قانوني إلى باخرة بيبي ستوكهولم في مدينة دورسيت جنوبي إنجلترا متجاهلة بذلك كافة الاعتراضات من قبل سكان المدينة المحليين وحتى الانتقادات التي أثارها حقوقيون إزاء قصوة الإجراءات المتخذة هناك رمزية كبيرة فيما يجري بشأن موضوع باخرة بيبي ستوكهولم سواء من ناحية الزخم السياسي البشع الذي تثيره أو من الناحية الأخلاقية فإذا تم قبول وضع بشر في سجون عائمة لن تكون لدينا أرضية أخلاقية للتعامل مع أي ملف إنساني آخر الحد من قوارب الهجرة غير المشروعة من بين خمسة وعود أطلقها سوناك الذي يبدو حريصاً على الإفاء بوعده ورفع رصيده قبيل الانتخابات المقبلة وقد لا تحل الإجراءات المتخذة أزمة المهاجرين في القريب العاجل كما يرغب سوناك لكنها تعكس رسالة سياسية واضحة المهاجرون غير مرحب بهم في بريطانيا فإلى جانب بواخر الإيواء اتخذت وزارة الداخلية عدة خطوات صارمة تستهدف كل من يحاول مساعدة المهاجرين بدءاً بأصحاب الأعمال الذين يوظفونهم مروراً بملاك العقارات الذين يأونهم وصولاً إلى محامي الهجرة الذين يساعدونهم في طلبات اللجوء الناس بحاجة إلى المساعدة ونحن لا نساعد ومن المفترض أن نكون بلداً متنوعاً ولكنه أمر مروع حقاً هؤلاء يحتاجون للمساعدة ونحن نملك التسهيلات كما ترون وكل ما يمكنني فعله هو الاعتذار بصدق فندق على متن باخرة يثير السخرية حقاً لا أفهم كيف يمكنهم فعل ذلك بالناس لم تعد تتساهل بريطانيا في استقبال المهاجرين هذا ما تريد حكومة المحافظين إيصاله لكل من يفكر في الانطلاق برحلة لجوء عبر القوارب إذ تقول الحكومة أن خطتها نجحت حتى الآن في تقليل رحلات العبور بنسبة 20% معتبرة أن إجراءاتها بدأت تنجح في تخفيف أعداد المهاجرين الذين يشغلون أكثر من 380 فندقاً في مختلف أنحاء بريطانيا من لندن عروب عبدالحاق الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر